الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا العنوان وهو وصايا مهمة أو هامة هذه الوصايا مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم والناظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الوصايا العظيمة والوصايا المهمة كما في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وعن يعقوب عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويجد وصايا لقمان الحكيم ويجد الوصية ببر الوالدين وخاصة الأم ويجد الوصية لتقوى الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وجاء في السنة كما في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي من رواية العرباض ابن ساريا رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أي بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون أو وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا إلى آخر الحديث وفيه قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث المعروف فالوصايا كثيرة لكن أنا أريد أن أتكلم وأن أذكر نفسي وإياكم بوصايا أربع وقد ياءت في سورة واحدة وهي من أقصر الصور من حيث الكلمات وأنتم تعلمونها وتعرفونها وهي سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة وسعتهم أو لو وسعتهم ونقل بعض العلماء كلامه بالمعنى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم فهذه السورة جمع الله تعالى فيها الوصايا التي بها ينجو العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى وينجو من الخسران ويكون من الفائزين لكذا أي واحد فينا يحاول السورة يذكربان الناس وذي نصيحة جاهزة ولك أنا ما قادر أحفظ وما قادر أعمل وما قادر إلى آخر كلام شوف مرتب والعصر إن الإنسان لفي خسر كلام جميل ومرتب ترتيب عجيب مرة واحد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فعنا ذاير أخواننا ذاير أو الناس الموجودين كلكم الآيات ديزول يستفيد منها وبعد ذاك انشور بين الناس ما يكتفي بأنه استفاد براه لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كلاما وقد نقله ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة أن كمال العبد لنفسه بأمرين وأن كمال العبد أو تكميل العبد لغيره ببقية هذه الأمور فكمال العبد لنفسه بطلب العلم أن يتعلم وأن يعمل بهذا العلم فيكمل بهذا نفسه ثم يكمل غيره بتبليغ دعوة الله تعالى والصبر وهذه الأمور الأربع قالوا فيه الشتاء والصيف وفيه الربيع وفيه الخريف والله تعالى ينزل المطر في أي وقت شاء هو سبحانه وتعالى وفي الدهر الليل والنهار وهذه الأمور تدل على أن هناك خالقا مدبرا لهذا الكون ففي العصر إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى ولوحدانيته المسألة الكون دا لو ما كان فيه والزمن لو ما كان فيه مدبر له كان الأمر ببقى شنو فوضى يعني الساعة أربعة صباحا بتلقى الظهر جخاشي فجاء بزكري نص الظهر بتلقى العيش جخاشي لكن كون الكون دا مرتب دا دليل على أن هناك ربا خالقا مالكا مدبرا يدبر هذا الكون وفي هذا إثبات لوجود الله تعالى وحدانيته فرب العزة والجلال أقسم بالعصر ولله أن يقسم بما شاء لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وذكره الألباني رحمه الله تعالى فإن تحلف بالله سبحانه وتعالى وتقسم بالله وحده ولا تقسم بغيره والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر والعصر أقسم الله بالعصر إن الإنسان لفي خسر هذا هو القسم أي جنس الإنسان في خسر في خسران لأن الألف واللام للجنس إن الإنسان لفي خسر وهذا يستغرق جميع البشر أنهم في خسران والخسران الأعظم ليس خسران الدنيا يعني الخسران ليس عندك عمارة وقعت ولا طالب في مدرسة ما نجح ولا تاجر خسر ولا زل عنده عربية تقلبت دي خسران شنو بانتهي في النهاية وبسيط بمشي بجي ده أمر وتلك الأيام نداولها بين الناس فالدنيا دي ابتدى ولا الليلة التفائز وبكرة خاسر والليلة منتصر وبكرة مهزوم إلى آخره وفي النهاية الدنيا على زوال لكن الخسران الأعظم هو خسران الآخرة إن ناس يدخلون الجنة ويت يدخلوك النار قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك ألا ذلك هو الخسران المبين خسران المبين الواضح أن تخسر الفوز الأعظم يوم القيامة وهو دخول جنة الله والتنعم بما في الجنة من نعيم ولذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أن يفوتك هذا الفوز وهو النعيم الذي يكون في الجنة ولذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى شكير رب العزة والجلال قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال فمن زحزه عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وفي ناس يخسروا في الدنيا والآخرة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فإن تقال لك النازل تخسر يوم القيامة إلا من اتصف بأربع صفات أو بأربعة أوصاف أدي الوصايا وجميع وصايا الكتاب والسنة وجميع وصايا الصحابة وجميع وصايا العلماء والعباد الزهاد الذين هم على المنهج القويم لا تخرج من هذه الوصايا الأربع شكري الآيات دي آيات شاملة وتجمع الخير كله قال قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا أن تتعلم العلم النافع لأنه لأنه كيف تؤمن والتجاهل والذول يؤمن بخبر ما يتجاه خبر قمت آمنت بالخبر لكن لو ما في خبر ذاته وصلك معنى أنت جاهل كيف تؤمن والله وصف على الكفر والشرك بالجهل فقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وبعدين أهل العقيدة الصحيحة هم أهل العلم قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فإن تبع أول شيء تدعلم والعلم على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى العلم بالله وهو أشرف العلوم أن تعرف ربك سبحانه وتعالى ومن عرف الله أحب الله ومن عرف الله عظَّم الله سبحانه وتعالى ومن عرف الله خاف من الله وخشي الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء تتعلم تقرأ القرآن تجد العلم الغزيذ الذي يدلك على ربك سبحانه وتعالى وهكذا تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة ومن سار على نهجه شوه عشكي بن كثير رحمه الله قال ولا يعصي العبد ربه إلا بجهله الزول بيعصي الله ذا عصى الله لأنه جاهل عنده جهل عنده جهل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الزول جاهل عشكة عصى الله لو عرف الله لعظم الله سبحانه وتعالى ولخافوا شكاية الملائكة ما عندهم معاصي وبعد ذا بخافوا الله لأنه عندهم علم بالله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى وأتقى الناس ومع هذا هو يخاف الله سبحانه وتعالى لأنه أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى هو بيخشى الله ويتق الله وهو أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يخاف الله ليه؟ لأنه عرف ربه سبحانه وتعالى شكذا جماعة الزول يدعلم يدعلم قذر ما تدعلم يدعظم الله ويتبعد من الذنوب والمعاصي وتحسن الظن بربك سبحانه وتعالى اثنين العلم بشرع الله أن تعرف شرع الله من الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه ودعلم مهم جدا عشان تعبد الله على بصيرة وعشان تبتعد مما يغضب الله وتقترب وتفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثلاثة العلم بالجزاء أن عاقبة المطيع الخير والثواب والجنة وأن عاقبة المسيء العقاب إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه لما تدعلم العلوم التلاتة وهذه العلوم كلها مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوالهم ومن منهجهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموين فذا العلم قال بكم بالكتاب والسنة وما كان علي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جاء في صيح البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فعلامة إرادة الله بالعبد الخير أن يوفقه لطلب العلم النافع تتعلم وتصبر حسلوا في مسلسل الناس ساعة ونصف تلقاهم متكيفة ودورك بالعربية ومشى في الظلط وداكوا واتلموا في شقة وهاي لآخرة أهو أمه وأخوانه ودي يبكي وديت وانس ودي يضحك الساعة بتمش ساهم لكن مجلس بتاع علم تلقى تقيل على النفوس الضايق متين انتهي الوقت لا ندل في والخير قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة لكن مع شويب تحب العلم وقلبك من شرح ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ورب العز والجلال قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العلم دفي والرفعة وقال تعالى وقل رب زدني علما كما ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذه الآية تدل على شرف العلم ليه لأنه لم يأمره بالاستزادة في هذه الآية من المال ولا من الأولاد ولا من الجاه ولا من المساكن ولا من المراكب وإنما أمره بالاستزادة من العلم فدل على شرف العلم علم ده عظيم ما كانت أم عطاء رحمه الله رحمها الله ورحمه الله قالت له يا عطاء أنت دميم الخلقة تبارك الله وأحسن الخالقين قلت ليت شكلك كذب شكلك إلى آخره فعليك بالعلم فتع العلم ده لما تدعلمت أن الناس ما بتشتغل به شكلك لأنه عندك شنو علم الناس بتستفيد عليك بالعلم والإنسان يطلب العلم لا ليصرف وجوه الناس إليه وإنما يطلب العلم ليعبد الله على بصيره ولينال الثواب العظيم ويتقرب من الله سبحانه وتعالى الكلام ذا ذكر الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى سألوه قال له هل في محاضرة صحيح إنه في محاضرة إت عمل الإمام محمد أمان الجامي الشيخ محمد أمان الجامي وكنت بس فيه إن تبارك المحاضرة دي قال هي أصلا درس في المسجد النبوي ما محاضرة وقال الشيخ بشرح في كتاب الصيام من صحيح البخاري وقال الناس طبعا قاعدين ينفروا منه أهل الباطل قال يقولون أقوال أقوالا يعلمون أنها كذب وأنهم لا حجة لهم أمام الله يوم القيامة قال لكن برضو بين شروع أهل الباطل فقال الشيخ كان مبتلى بأيدل بعدين قال أنا جيد الدرس بس الشيخ قاعد وبراه بس عبدالله البخار قال الكلامنا سنة 1407 هجرية يعني قبل 31 سنة من الليلة قال البدر الشيخ يدرس وطالب واحد هل تتمش محل طالب واحد ون له سبعة يقول يا أختاني ما بجي يكون يا أختاني ابني أجع ابني من آخر الدنيا ويا هندي لناسك اتما لكم الناسك وناسي يشتغل لها الله سبحانه وتعالى قال لك ايه فعجما ممكن زولي سجيلة تسجيل تموت بعد عشرين سنة الناس تسمع قلت في قبرك بعدين الله يكرمك هناك في القبر تجيك مو يا باردة ولا إكرام المهم فالله كريم وأكرم من هذا سبحانه وتعالى فقال لك بدرس بس قال أنا جيد جلست قال والشيخ يدرس قال فقدم الدرس كأن المجلس ممتلئ بالناس يفصل تفصيلات علمية مش قال نفر واحد أنه كوفته سريع سريع قال يفصل تفصيل كأنه شنو المحل مرانة قال وقال يفصل وإلى آخر قال بعد انتهى قال لي أنا براي بس قال يا ابني ما الذي أجلسك قال جلست من أجل العلم براه بس قال فدعى لي بالخير دعى لي قال قال والشيخ يتمثل عطاء عطاء اللي يقول الأم قاتله عليك اشنو بالعلم قال فإن عطاء كان من أعلم الناس في زمني وكان دميم الخلق رحمه الله تعالى تبارك الله وأحسن الخالق عندماعظ لكن عند الناس يعني بعض الناس قال وكان الشافعي رحمه الله إذا سئل عن مسألة ليس له فيها دليل يقول ليس لي دليل وإنما أقلد عطاء شافعي رحمه الله قال وقال الشعبي رحمه الله كان عطاء يوم أن مات أرض الناس يعني يوم مادة أكتر زول الناس راضي عنه لأنه في موسم الحج كان أمير المؤمنين يأمر مناديه فينادي في الناس لا يستفت الحجاج إلا عطاء ناس الحج دليل كلهم ما يسأل زول إلا عطاء قال الشعبي وكان مجلسه لا يزيد على سبعة أشخاص بعد الشغرة والعلم المنتشر في الآفاق والحجاج قال لهم كل دارس ألس على عطاء عطاء بعد ده مجلسه ما بزيد عليه سبعة ما كان ما كان في زمن أغنزول في العالم فلان وإلى آخره ورصيدك قبل المكالمة أو بعد المكالمة يا زول الرصيد بتاع شنوه قال لجعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعرف إذا طاها قرأت تقرأ سورة طاها تعرف العلم وأهمية العلم رب العزة والجلال قال وقل رب يزدني علما تصبر على العلم تصبر ناس تضايقوا يزهجوا يقول لك يا أخي والله نحن ما قادرين وإلى آخره وحدين كمان غلبتهم الشغل يقول لك كلهم مشايخنا جرحتون ما خليتوا لنا زول يا زول شفت موبايل لك ده مش جرحون لك كلهم نزل شرح الوصول الثلاثة محمد مان الجامي شرح القواعد الأربع تنزل شروحات العلماء كلها موجودة وصوتية نزل شرح الشيخ الفوزان نواقض الإسلام كتاب التوحيد وشرح القواعد المثلة الشيخ محمد مان الجامي برضو مهم جدا والله مهم جدا لا بد تسمع بعد انتشر شرح الواسطية والشيخ العثيمين وشروحات العقيدة شروحات في اللغة موجودة شرح على جرمية بن عثيمين موجود والشروحات بعدها في الفقه كلها موجودة مسجلة صوتية برضو شرح بلغة المرام وعمدة الأحكام إلى آخره تسمع الشروحات ده زول قال لك شيخ منه الموبايل تقدر تجرح تجرح قل لي صيني ولا ما صيني هذا شيخ يقدر يجرح وليه قلت بعدك قل لي والله شيخ قاعدين جوه هنا جرح هنا جرح بطريقتك أنا ما عندي بيك شغل ثاني فجر قال لك ايب اجماع ودي العلماء أنا استغرب ذول اسمع تسجيل قال لك والله ساعة ونص من اسمع الافلان وكلامه فيه تزكية وتلقى قصص ومصائب وحاجات وتلقى من أهل البدع ولا من المنحرفين ولا من الذين عليه ما عليه من المآخذ ومشروحات العلماء موجودة لا لاقى الزول لا لاقى العالم موش ما لاقيت هنا ما تسمع للعالم استفيد محمد مصطفى رد عليه مزمل قال قال له اسمع اتا قلت اسمع للعلماء اتا من العلماء ان قال لك من العلماء اديو ضحق وان قال لك ما من العلماء قل له خلاص يعني كذي ما هو نحن ما من العلماء لكن ننصحك بجنو العلماء واللي تعارف لازم الكلام ده خطير لكن نحن اتا عن تكفير لازم الكلام ده مش خطير يا جماعة اوريك خطورتو وين الانبياء الانبياء ده نحن ننقل عن العلماء نقل عن الفوزان قال لازول بسب الصحابة يا متسرب من الرافضة شيئي ولا شنو ولا جاهل ما قرأ العقيدة وما قرأ ما عرف فضل الصحابة وإلى آخره اهنا قالنا نقل عنا العلماء ما ننقل عن الم silam وانات العلامة ذات ما ينقل عن من عن الانبياء ولا يبقوا انبياء ونحن ما ننقل عن العلماء إلا نبق شنو العلماء ذات الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله قال لینا أسأل العلماء مع انه قال لینا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وذات قال لنا رب العز والجلال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم ونحن ما قاعدين نجيب أصول جديدة من راسنا ولا فتاوة جديدة من راسنا ولا من قلوبنا نقول الله قال ابن عثيمين قال الفوزان قال ابن باز قال شيوخ رحمه الله تعالى وحفظ الله الأحياء فنجيب الكلام لكنه ما شايف نفسه علم نقول لك أنا علم وأنا ضحقني والله قال في التأصير للجماعات والحاجات دي بعد جاب لنا عن ابن باز قال ابن باز قال لك فتشني والله الذي لا إلى غيره أسمعه ما تسمعه بتاع لقبته ذاته بحاول يجيب لك حاجات لكن في النهاية قال ابن باز ذاته قال لك تعال شنو أسمع لي أنا ماذا رضيع زمنكم مع الزولة لكن الإنسان يحافظ على وقتي ويطلب العلم النافع ويكون على الإيمان الصادق والإيمان الراسخ والإيمان الصافي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نزل التسجيلات دي ويجيب لك مكتبة بعضين شروحات علمية وأسمع إرشادات العلماء واسمع إلى شروحاتهم وقرأ الكتب النافعة التي يرشدون الناس بقراءتها بعد ذلك بتستفيد إذا علمت معلومة بلغة للناس الناس عرفوك ما عرفوك ما مهم كثير صاحب اللماسة قصدك شنو الله يرضى عليك سبحانه وتعالى لأنه رب العزة والجلال لأنه رب العزة والجلال قالوا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين الرجل دلوا ما جوا عمل الموقف دا نحن كنا من عرفو لو ما جوا عمل الموقف والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فإذا يكون عندك مواقف في الدين خج المساجد بلغ الناس دعوة الله تعالى وادعهم إلى الإيمان الإيمان الصافي الإيمان الصحيح قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ذول بيقول أنا مؤمن بالله أي يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى لكن في الشدائد بنادي شيوخ دا إيمان يرضاه الله سبحانه وتعالى دا ما بيرضاه الله سبحانه وتعالى الله دا الإيمان يريد من الناس إيمانا صافيا نقيا سبحانه وتعالى ومن الإيمان الإيمان بوجود الله من الإيمان بالله الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبية الله أنه الرب الخالق المالك المدبر لهذا الكون والكلمات ديم أتمر في أسايا جماعة أتمر في أسايا قل لك الخالق معناه تسأله الخالق يعني بيخلق من العدم سبحانه وتعالى دار جنة يا رب الديني جن ما هو بيخلق شي ما موجود وبيخلقه سبحانه وتعالى انت يركز فيك ويسي واحد يقول لك يا اخو الله ما شنا للدكتور وقال ما بتلده ما بتلده دي معناه ولادة شنو ماف والله بيخلق من شنو من الماف ذاته من العدم بيخلق ولا ما بيخلق بيخلق سبحانه وتعالى فايت تسأله يا الله الديني جنة بعد يومين ثلاثة المرة تدقل تجيب للدكتور دا ذاته قلت تذكرة مجانية المرة دي تقول ماف جنة وهذه المرة الحمد لله ان شاء الله بعد تلد بعزمك السماية وبدك الشطة بخدتها جنبك والله تعزمه ذاته انها ما بدي الجنة الله سبحانه وتعالى فهو الخالق تتوجه له سبحانه وتعالى ما تيأس من رحمة الله يقول والله نحن عشر سنة مولدنا خمسطار سنة مولدنا يا اخي ابراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميعه شنو الدعاء ابقى على يدي ابقى على يدي الدعاء الدعاء مافش الله ما بيعجزه شيء سبحانه وتعالى فهو تتتوجه له يلا في علاء اتنين المالك اي شيء ملك لله سبحانه وتعالى فتسأل الله المالك ما تسألك مملوك مخلوق ومن يستعفف يعفه الله تكون عفيف الناس الذين ما تسألوا الناس الذين بشيلوا حالك والله الزوج تجيل ليلة اسمع البيت والله بيقى يصب دارين السلم بتاكل وقاعد ساء السلم في الشمس تشيلوا الليلة بعد يومين ثلاثة ازمع والله البيت صب تاني جيب السلم تشيل السلم السلم لب ياكل بنزين لا اكل لا اي شيء ولا اي شيء تاني بعد ثلاثة يوم ازمع والله اخ بجنب دي صب يا اخ وكذا السلم يا اخ ما تغيروا البيت دي اخ كل مرة السلم السلم كالره تنزاته فيه سلم ولا بخسروا اي شيء لكن الله تسألوا تمرد يا الله تشفيني بكرة تبقى كويس الحمد والله تاني الجوع يا الله تطعي مني تاكل بعد يومين ثلاثة يا الله الكسوة ما قال كذي يا عبادي كلكم عارٍ الا من كسوته فاستكسوني شنو اكسكم في صيح مسلم يبعدين اديك طوالي يا الله كذي يا الله يا الله كذي يا الله يا الله قذر ما اديك اديك الحاجة وبديك معاه اجر ابن عثيمين قال الدعاء فيه حسنات لانه عبادة يعني انت بدك الحاجة الله بديك الحاجة وبديك معاه حسنات وكان ما اديك لا لحكمة اعلموا هو سبحانه وتعالى بديك حسنات لما تفتكر لمن تقول يا الله جنى اديك جنى خلاسة ذوع انتهى اديك جنى وفي حسنات لانك عبدته لانك عبدته سبحانه وتعالى وبعدين المدبر كون ده كله بدبر الله سبحانه وتعالى ما تدعب كثير والله الحريري رحمه الله قال وتجد هذا في مختصر شعب الايمان اصلاح شعب الايمان للبيت حقي بعدين الحريري رحمه الله قال الكلام ده عنه قال قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر اسمع الكلام ده كويس قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والدهر ذو دول والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير اجمع في مختار خالقنا وفي اختيار سواه الذن والشوم انت بتختار والله بيختار لك سبحانه وتعالى لكن اختيار الله لك سبحانه وتعالى افضل من شنو من اختيارك انت انا والله دائر بالتلجيران بعد يومين ثلاثة اتا مفلس اجي واحد معلم يوقف الامجاد وامة الامجاد والله مع امة الامجاد بعدين يوقف الامجاد برا ونزل القوارير بتاعت البارد وانت قلبك مسخن نزل البارد ونزل الحاجات بعد شوية يجو يقدم لك الكريت والله الجمعة الجاية يسر يشرفنا وشنو دعوت سيادتكم لتناول وجبة الغداء بمنزلنا وفي الاخره والدعوة عامة كريمة فلان لفلان انت تبلع ريقك وتتحرك والله كاتب الكلام كان ذلك في الكتاب شنو مصطورة وهناك في اختيار الله اختار لك واحد تاني بتوافق معاك حتى يومين ثلاثة تتحرك ثلاثة يوم تتعلم اسبوع عشر يوم شهر تاني بتنسى ما القلب ده بتقلب بتنسى ما اموش تزول بتمر بمعاسي كثيرة وبانسى بانسى بعد فترة تاني بعد داك شنو اللي تزوجت هذه وجعل بينكم مودة ورحمة تاني امورك بتوضح بيجاة وشغلتك بتبقى معاشي تمام والله تماثي الضائق تقعد تبكي وإلى آخره وأنا ما كنت قائل كدي والأوليان يحصل لي كدي وليحصل لي كدي ما الله قدر لك كدي لكن لو ايمانك قوي الله قال ما اصاب من في سورة التغابن ما اصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه خليه قلبك ده مهتدي وقت المصيبة الصرف كيف وقت النعمة الصرف كيف في تؤمن بالله اليمان الصحيح إلى آخره وتؤمن بالله تؤمن بأنه الاله المستحق للعبادة وحده لا شريك له في الشدائد تنادب راوه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون كربات كثيرة الله ينجيكم منها والله لا شيخ بنجيك لا حجاب بمرقك لا ولي لا فقيه لا صاحب لا غير تقعد في الانعاش والدربات شغالة والأجهزة مما يخدت لك الحاجة مثل المشبك بتاعت القرب معناه أنت شغلتك قربت والله إلا يشاء ربي شيء يخدت لك بتاعت القرب وذيك شغال مثل الإرسال القاطر مرات تعمل كذي تعمل كذي مثل الجبال معناه الجبال ما قوية معناه أنت شغلتك قوية لسه مما تبقى عديل معناه أنت ماشي عديل طوال للموت معناه أنت شنو ماشي للموت مرات تمش عديل وبعد ذا الله ينجيك يا لطيف بس يا الله مرقني من دي بس الأجهزة دي مرقني في عمك في البلد بعرفه بيزمه والله مستاذ هتزول له من يريض مرض شديد بعد ذلك مدون المستجفى جابه في بيته مشانا لازيارة في البيت قال لين التعارفين أنا قاعد في الغرفة في العنبر الساعة تمانية والتي زع صباحا البيجاي ليه مات قال حيان تكدي قال لين أربعة البيجاي ده مات الساعة تزع ونص والله الذي لا إلى غير قال تزع ونص البيجاي ده مات جاد عشر عشر ودخلوا عن برضي الناس أراس بحسابات البشر مشوك البيجاي ده قال مات قال قلت والله بيقيت براي في اللوضة ترى أملك الموت ده كان بعزل بعد ذه بيقيت براي بيجينا عديل والله أملك الموت ما بعزل في زمن معين التفجيق بتخش قال الساعة أحد عشر ونص جود يعني الدكتور قال لي خروج قلت الحمد والله الله ملقني يا أخبات والله قلت الحمد والله فالشغل هذه كله الصاعة ماشي زول ولا ساعة فلذلك تبين تحانات تمر بك فإنتب تسأل الله سبحانه وتعالى ينجيك وإن كان مبجوز الزول تشاء أمبى شنو بل حاجات الحوله ما تشاء أمبى تمشي تركب عربية نص الزلط ونص الشارع وخلق وما في زول العربية تعطل هذه كربة تسأل الله سبحانه وتعالى تتوجه له ينجيك بعد ينجيك تشكر سبحانه وتعالى تشكره وقبل ما ينجيك ذاته تشكره سبحانه وتعالى تشكره جل في علاه ففي الكربات تتوجه إلى الله ما تتوجه له مخلوب ما تعتر تقول يا فلان الحقنة يا فلان أفزعنا وتلحقون وإلى آخره ما بالحقن ما بالحقن قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وتؤمن بالله تصرف له جميع العبادات الدعاء لله وقال ربكم ادعوني بسا الكتب ذلك نحن ما عارفون حاله ذلك ما بنتورع فيهن نكشفهن لكن مرات في واحد يكون مات والجماعة تصلبطوا سووا له حاجة لفوق قبة فالمهم أنت تمشي تقول الله الشيخ لو نجح ولدي بأطبح لك الولد نجح تجي تطبح تجمع بين عبادتين النذر والذبح لو ولدي نجح بأطبح لك ده بيشبه شنو النذر ولا من تطبح ليه ده عبادت شنو الذبح والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله لغير الله شيفه لعم تبشي يا أخي لزول ميت والله قال في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريكا فجميع العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى ومن الإيمان بالله لإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء لله أسماء حسنى كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري إلى آخره وله صفات علاء يتصف بالصفات الكمال وهو منزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص يتصف بالعلم الكامل ويتنزه عن الجهل سبحانه وتعالى يتصف بالعلم الذي الذي لا يعتريه نسيان ولا تدخله الشكوك لا يضل ربي ولا ينسى ولا تعتريه الآفات علم علم الله سبحانه وتعالى العلم الذي لا يضاهيه علم الخلق أجمعين ويتصف سبحانه وتعالى بالعدل وينزه عن الظلم يتصف بالكمال وبالقوة وأنه القيوم القائم بذاته بنفسه القائم بخلقي بشؤون خلقي سبحانه وتعالى وينزه عن اتخاذ الصاحبة والولد هس الزول يسخروا به وليه ذا عزابي عزابي ليه لأنه براه ناقص محتاج لشنو ليه زوجة محتاج إلى مرأة الإنسان ناقص محتاج ليه مرأة لكن الله سبحانه وتعالى كامل لا يحتاج إلى صاحبة وبعد المرأة محتاج لشنو للولد لك الولد نحن شباب نلعبه شيل البتر مياه فوق وصبع والطفل يلعبه ويدقه في رقبته وبعدين تمام يضحكه ويضحك معاه وإلى آخره وينومه في صدره ده طفل بعد يكبر الولد بيكون كبر وده بإجائم هزي بدأ للعجلة واحد فوق واحد تاني بعدين الولد بيكون كبر وهو مالو وعجز صحيح ولا ما صح لما نعجز كبر محتاج للولد ثلاث محتاج للولد أم للإبريق وجيب الحبوب ما تنسى اللبن بعد المغرب وجيب العيش وولده وإلى آخره وشوف شوف ده انقطع وديه صلحه والحيطة دي ده رتقع والبيت ده الردم ده كله بكلف به شنو الولد ويقوم من الصباح قوم اشتغل لانه غلاز عجز لكن الله سبحانه وتعالى ما بيجي وقت يحتاج إلى ولد وهو غني عن الولد الآن ومن قبل ومن بعد سبحانه وتعالى عرفت المسألة انتاسي ما دار الولد يخدمك لكن في يوم بيجي وقت عجز تكبر دار الولد الله سبحانه وتعالى ما بيجي يوم بيحتاج لشنو إلى الولد سبحانه وتعالى شكذي أنا قريت آية والله الآية دي والقرآن كله يقين لكن الآية دي تبكي شفت براك هذه كان فكرت فيها كذي قعدت ساعة تفكر في الآية تعرف انه الله دا عظيم وتعرف انك ضعيف وبتحب الله محبة لا تضاهيها أنواع المحب قال الله تعالى في آخر آية من سورة الإسراء هاي عجيبة وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا هذا الجماعة لا يكون رئيس شركة مدير يقوم يطلع قرار قرار الساعة سبعة صباحا الناس كلها تجي الجماعة بلاوزوا منه بخافوا منه يمشوا لي ولده يا خلابه دا ابوك دا بعد تجيب للشا يقول لي سبعة دي بدري ونحن ساكنين في الجرافة ساكنين وين والموضوع دا طويل علينا يقوموا يجوا لي ولده ولا يمشوا لي شريكه اسمع يا شريكك دا والله نحترموا لكن الغرار دا صعب علينا يأخذ شغل هذي كذي الخش الشريك بغير ولا في واحد لا ولد لا شريكه لكن ولي من الذل باحترموا بايمشوا له توسطوا له التلاتة ديل الله قال لك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قرار قرار انتهى ما يقع حكم قلاز انتهى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فهو الكبير المتعال سبحانه وتعال لذلك تؤمن بالله اثنين وعمل الصالحات تعمل العمل الصالح الناس ما تقول توحيد خلاز ما في ناس بتشوشوه في النار انت قال الموحد بخش النار ما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وشوف الحديث ده مش قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حديث لما نثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في ناس بخش النار من الموحدين الناس بيقولوا الحديث ده بعينه بس جانب الترغيب يقول لك يوا في ناس معناه بمرقون من النار موحدين خدش الجنة معناه أصلهم موحدة بخدش الجنة بخدش الجنة ياخش شاب تداءا ياخش شاب عد شو 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 يدخلوا الجنة صاح الكلام ده صحيح وده فيه ترغيب في التوحيد لكن كمان معناه في ناس بخدش النار معناه صاح ولا ما صاح بخدش النار كونه بخدش النار دي التلاوز منه واسد الزول قال له بنقطع لك يدك لك يده ويقطعوه والله دي حارة شديد ما حارة ما اقطعوه يقول لك اخو بناديك بنج بس يتحمل الطعنة دي لكن بعد الطعنة بتاعت الحقن تاني ما بتحيس بايش اتا بتكون اطمئنيت انه تاني ما بتحيس بايش لكن بتكون ملاوز من شنو الطعنة دي ذات القبل ما بتحيس بايش دي ذاته التكونه قال لك بتخش الجنة لكن قبلها بتخش شنو النار لما تبقى من العصات الموضوع ده ما خطير النار يا زول نار جهنم الله قال نزاعة كلا إنها لضاء نزاعة شنو للشواء الشواء في التفسير قيل الشواء الأطراف ويروى هذا عن سعيد بن جبير هو الأثر عنه فيه مقال وقيل الشواء جلدة الرأس نار دي لما تلفح بتشيل جلدة الرأس كلها بالشعر تشيل بره ما كلام مخيف وبعدين يرموك عمى تخش عمى ما شايفش إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن تعمل الأعمال الصالحة ومن هذه الأعمال الصالحة كثرة النوافل إنسان يا جماعة يتنفل يكون عنده حظ من العبادة فقد جاء في صيح البخاري من حديث ثوبار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود فإنك ما سجدت لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة الزول يتنفل يصلي بعد المغرب صلي يتنفل بعد العيش يتنفل و صلاة الضحى ودي أنا أتعجب الزول لائرة الدارة الآخرة يفوت الصلاة صلاة الضحى أقلها ركعتان وهاتان ركعتان كما في صيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من ذلك مع أي إنسان عنده تلتمية وستين مفصل صحة أو لا ما صح وأي مفصل عليه صدقة كل سلام من ابن آدم عليه صدقة كل يوم تطلع عليه شمس تطلع فيه شمس كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس أي مفصل عليه صدقة لما أنت تصدق على تلتمية وستين مفصل فإنك تصير إن ميت مزحزحا عن النار وتدخل جنة الله برحمته سبحانه وتعالى في صيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من ذلك من الصدقات تلتمية وستين ركعتان يركعهما من الضحى بس ركعتان قبل ما تمرق الشغل شمس طلعت صلي طلعت قدر متر يعني بعد تشرق وبحساعة كذلك ما قال من عثيمين رحمه الله تصلي ركعتان صلاة الضحى أجر كبير جدا من الأعمال الصالحة صلة الأرحم والتخاصة كذول يعني تريد أن تبلغ دعوة الله تعالى كيف ما تصل الرحم وهذه عبادة نجد الكثيرين يتهاونون فيها تصل الرحم ولكن تتواصل وادخالتك عندك علاقة معه ودعمتك وإلى آخره هذا بجاية تلقاه صوفي تشتغل معه دعوة لما صوفته تروح هذا بجاية أخو مسلم تشتغل معه دعوة لما أخو دزح يبقى مسلم عديل هذا بجاية تبليغي تشتغل معه دعوة لما دزح يبقى زول تمام ولا كيف أنت بتشتغل فيهم دعوة ولا هل ديل بيشتغل فيهم دعوة كيف وتمش مرات تمشى البيت تلقى العمات قاعدات والخالات والجماعة براه نبدو لك الموضوع ولك والله فلانا راح منا دهب مشت لواحد الزول ده صالح تب والله جابوا لها شافوا من بعيد غايته جابوا لها وقد أدى ورقة قال لا أخذتها بين الطوب في الجحر بين الطوب الورقة دي ختتة يا كافي البلد تعارف نص النهار الخاتم رب وقع في البيت انت تمسك الموضوع ده الجرى لهم من السحر والتعامل مع الكهنة والتعامل مع الشياطين وتبلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى توريون توريون أنا مرة مشيت لها ناس قرأ ابنة بعدين المرة هي قريبتنا ومحاربنا مرة كبيرة في السن فأولادة قرأ ابنة ناس طيبين نحسبون فواحد من أولادة قال لي يا أخي انت قال لي الزولة اللي تكلم في الجامعة ذا ذكر ليه الجامعة وتكلم في البرع دمنا قلت له ما قالو قال لي يا أخي تكلم في البرع الزول دو إلى آخر قلت له الله دانا ذاتي قام المرة الكبيرة قلت له ها كمان البرع ده مالو ده نحن نتوسل به قلت له حاجة يا حبوبتنا البرع ده بقول كذي قدر ما قل الله تقول كذي أعوذ بالله تراوذ تغاشين كذي يا البرع تاني قال الله أعوذ بالله منه والله في النهاية قالت أعوذ بالله من الزول عديل قالت تراوذ تغاشين نديت كم كرامة من غير أبو دراب كبير المهم حاجة بسيطة حاجة يعني وسط المهم والله والله الحمد قالت لأي أخونا من توسل به وريت نفهمت ونقول لهم قاعد فإن تخوش فيهم تدون نصايح تخليهم سايح قالوا الناس الأرحام تليف عليهم من أعمال من أعمال البر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله شكية رب العز والجلال قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارا كذلك من أعمال البر الأعمال من أعمال الصالحة عمل ساهل جدا لمن وفقه الله تعالى للقيام به عمل جميل جدا وساهل وهو ذكر الله سبحانه وتعالى لا داير وضو لا داير غسل لا داير نصفا للصحيد لزريرك ممكن تذكر الله سبحانه وتعالى كمان كان قمت توضيت رقعتين ودعيتها لك ويز جدا فتذكر الله سبحانه وتعالى تذكر الله سبحانه وتعالى جاء في سنن أبي داود وذكروا الألبان أيضا من رواية أبي الدردار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم شوفوا الكلام دا جما خمسة حاجات ذكر ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر الله تعالى شف الكلام سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ما تكلف كيش وأجر كبير جدا شكذ معاذ رضي الله عنه لما وصاوى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يحبه قال لا تدع دبور كل صلاة لا تدعن دبور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما أنه عبادة سهلة لموفقه الله تعالى لكن برضو دائر يعانى لا نزل تلقى ساعة منتظر له حاجة ما يقدر يقول سبحان الله ساعة فقط قاعد واحد تلقى شغال في الهدف قاعد ساعتين ثلاثة ساعات أربعة ساعات تلفت بس تلفت ما لك سبح الله تعالى ولا كيف يا جماعة وواحدين في المواصلات قعدوا يعاين في الزركشة بتحت الحافلة وتلفت لليافطات ويعاين بإيجاه وإلى آخيري الناس ذات غريبة أستعمش السوق العربي إن شغلوا بحياة ما فيها فائدة إلا من رحم الله لو كيسترمس بس لقوا جواه وضبان ألافة دقست وربطوا الترمس جواه واحد كورة قال ترمس فيه ضبانة اتنين بيجوا وتلاتة وتلموا وناس دارين يطلعوا فوق الناس فيشنو ياخ ترمس فيه ضبانة في جنو ما تسبحوا الله تعالى ولا كيف وناس وإلى الله المشتكى فالناس تحافظ على الوقت تذكر الله سبحانه وتعالى وتجتهد من العبادات وعبادات كثيرة جداً في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم من جوة قلبك تكيف قدام الناس تتكلم من جوة قلبك واحد تعالى بمشي بتكلم أنا بعرفه باسمه أصي الله يهديه بعدين الزول الله الله يهديه عنده أمور كثيرة الزول لما شايتكلم بتكلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه والعمة كبيرة ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وهي جا تقيلة بس مما يتم أما بعد الكلام بعد ذاك ثاني وما عنده شي شي بسيط أما بعد الله جماعة الشريك كعب النصيحة جماعة الشريك والله كعب الناس ما تشريك بالله تعالوا بعد الهيجة دي كلها وكلام طيب برضو تتحذر الناس من الشريك لكن دائماً الكلام جيبوا شنو من جوة القلب ما تتكلف جيب النص والشرحة التفسير الصحيح وبسط للناس الدين وناس في البلد ذاتة دارين تبسيط والله ما وصح في ناس فاهمين بتلقاهم في المسجد لكن برضو بتلقى ناس الواحد ساعة تقول لنا نادي الله ما تنادي الأولياء قلت لك هاي خلاس تاني مبنى نادي الأولياء بس بالنادي الله والرسول بس تاني تدي مصاعدة برضو لأنه في حاجات هنا ما فيه فدارين تفصيل تدقيق تورينوا العبادة لله وحده الدعاء لله وتذكر الكلام بله كلام الطيب الناس الدين كلام طيب وكون عندك حكمة في الدعوة إلى الله تعالى مات أي طوالب من البداية ترمي لهم الكلام يجوطوه يكتبوا لهم ورقة ويمنعوك يمنعو غيرك تبعا تبين الحق بل أسلوب الطيب لو منعوك ومنعو غيرك ما مشكلة لكن تتعلون شنو نمرة واحد ماشيين تمام الحمد لله الناس راقبة في البوكس كويس الناس في السلم ماشي كويس في دق دائك هدين شوية هدية تاني اتنين ومش تمام ماشيين تعاين في الجامعة برضو تشوف واحد كورك طوالي أرجع لهم شوية مش كورك ماشيين تمام وصلت قربت محل الجرح واحد كورك وانتو عارفين والجو دا اللي يام ذاته طيب والجو من الله تعالى وذاته خليشنو ما فاهم ذاته ينقذك من وين تاني اديوا اني مرة ثلاثة مرة ثلاثة دي من غير اسماء توحيد من غير اسماء هجماعة الزول مات الزول مات غسلو كفنو أسلوب طيب الناس رفعتوا ودتوا المغابر معناها ما بتحرك فانا ما ممكن ناديه يقول لها الحقنيو الاخري هو لتبين لهم والزول هجماعة ما يعلك حجاب والزول وكذب امرأ ثلاثة الامور ماتشة تمام شوف الباب مفتوح ولا ما مفتوح وديها اربعة ويتوكل الله يتقبل ولله لكن اربعة مرضو بأسلوب كويس وديهون يا اغو اللي يتقبل منك ان شاء الله وكذب ومرات تفتط للطفيون مرات لما تتم النصيحة إذا ما تجيب وتجي تاني البعادة وإلى آخر وأداك الناس بتستجيب يعني دعوة الله سبحانه وتعالى كذي من أفضل العبادات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صيح مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وفي حديث أو في رواية أخرى إلى يوم القيامة فإذا ممكن تبلغ دعوة الله تعالى زول اسمع دعوة الكلام البدهول ويستجيب ويستقيم والله في ناس في الشوارع سمعوا نصائح جو داخلين المساجد وبقوا من خيار الناس وناس كانوا من أشد الناس عداوة للتوحيد والسنة ولكن الله تعالى شرح صدورهم فتابوا وصاروا من خيار الناس أنت تتلطف في الناس بعدين الزولة بتبلغوا الدعوة هذه مرات بيسيب بكتة تتحمل أدىك بنياه يقول ساعة دية تلجأ وليمون يقول الحمد لله الله يتقبل ما تنتغم لنفسك ضربك يتحمل وإلى آخر وتصبر لأن الدكتور مرات المريض بيرفسه بيرفسك أنت بتعالج فيه بتديك في بكراع وفي وشك بتزح كذلك وبتجيه بالجنب الثاني أدعالج ولا كيف ولا بتشاكل المريض في دكتور شهر العكاز ما بتشاكله في ناس مرضانين تعالج لما إن شاء الله يبقوا كويسين تاني يقول لك والله الشغل هذا حار لكن الحمد لله بقينا كويسين والله يجمعنا إن شاء الله في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سورهم متقابلين آخر شي الصبر وتذكر في طيات الكلام فتصبر على طلب العلم وتصبر على العمل الصالح وتصبر على تبليغ دعوة الله تعالى وتصبر على الأقدار التي تمر بك من فقد الأبناء ومن الجوع والعطش ومن فقد الأهل ومن كل المصائب التي تبتلى بها تقابلها بالصبر فتلقى الله تعالى وراضي عنك إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فذي أربع وصايا أرجو من نفسي وإياكم أن نستوصي بها وأن نعمل بها وأن ننشرها بين الناس لعل الله يكتب الثواب العظيم عنده سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا على حسين السماع